بتقعد مع نفسك بتشوف برّة مجال يعني هتروح برّة مجال في إيه تعمل أي حاجة بقى؟ برّة أنت ما كنت بتفكر أو ستطلع مهندس الأول خالص في بداية حياتك في بداية حياتك خلاص دي استبعدناها لما خلصت كورة هل بقى قدامك التدريب؟ ما ملتش إن أنا أروح أمرّم ما حسيتش إن أنا يعني هتبقى بالنسبة لي يعني الحاجة اللي أنا متعطش لها ولا حتى حتة الإدارية خالص على فكرة أنا كل تفكيري إن أنا خلاص هبطل كورة النهارده هعمل حاجة ليّة شغلي خاص كده ليّة أكاديمية مثلاً؟ لا ولا في الأكاديمية ولا لو علاقة بالكورة ولا حاجة خاص أنت كنت تعمل شغلي برّة بكورة خالص شغلي خاص يعني بيزنس كنت ميّل لي كده على فكرة بيزنس كنت ميّل لي كده ها يعني تفكير للواحدة كنت ميّل لي كده هل كان معاك المادة اللي هي تشجعك إنك تعمل البيزنس ده؟ بيزنس أنا دوري إيه؟ طيب أنا أتكلم جد والله فجالي تليفون من واحد برضو من الناس اللي هي لها فضل إداري عندي كبير جداً كابتن محمد رمضان مين؟ محمد رمضان كابتن رمضان ها الحقيقة خلاص أنا اتجهت واخدت القرار ما فيهوش راجعة إن أنا هبطل هبطل كورة فلقيتوا بيكلمني حوالي ساعة بين الصبحة وتبانية ونوص علاقة بكابتن رمضان ما قبل هذه المكالمة من بعيد لبعيد يعني مش زيرو لكن من بعيد كله هتحاله زا كابتن مش عفية عنده السمانة عنده سمانة ضرب على طول درب على طول سمانة ضرب على طول كل ما خوش هل يبقى يعمل جلس على السمانة فلقيتوا بيكلمني تبانية ونص صبح قالوا مين؟ محمد رمضان اه كابتن ازا حضرتك؟ قال لي سيداً عندي لجنة كرة دوليتي وعملين أكاديمية فكرة جديدة وأنا سامع ان انت ممكن تباديه آخر سنة بالنسبة فلو عندك استعداد يعني نشتغل مع بعض يدخل في المنظومة دي اه عندي عندي مكانين مكان في المنصورة ومكان في القاهرة هنا واسكندرية فنقعد مع بعض ونشوف الدنيا مش زي قلت له طب ده احنا لسه بدري اوي عصر يعني اول واحد عرض عليك محمد رمضان اه فقول طول احنا بدري شوية خلينا مسحة كده بأكلمك يعني وفعلا كلمته وتقابلنا واخنا اتغدنا شوية اتغدنا في النادي وبعدين عرض عليك الفكرة وفكرت فيها دي كانت اول مرة اخد اتجاه ان انت ممكن تشتغل في الحياة الإدريجية قالك ان هو فيه اكاديمية في المنصورة ووحدة في القاهرة اخترت المنصورة ليه انا لو مسكت في القاهرة مش هتبقى انت المسؤول الاول انا بتفكير انا بقى شوية انا اخترت المنصورة ليه اخترت المنصورة عشان مش عشان الراجل الاول غلطاتي فيها في المكان ده مش باينة اوي فتعليمك مش هيبقى مصاحب لاحداث ايو ايو مش هيسمع اه فقلت له الاعداد ايه قال لي الاعداد في مدينة ناصر فوق الالف وشوية الاعداد في المنصورة متين وشوية هتبقى تسيطر في المنصورة فغلطاتك مع المتين غير ما غلطاتك مع الالف اللسبة والتناسب هنا طبعا ثانيا في المنصورة من احلى سنين عمر شغلك يا فكرة اه الله رغم ان انا عايز اقول لك الحاجة انا كنت بتحرك من البيت والله العظيم ثلاثة انت كنت بتويدلا حيوميا منصورة انا كنت بتحرك من البيت الساعة اثنين الظهر وحياة ربين انت حياتها كلها صفر يا سهيد اثنين الظهر من الفيوم المنصورة لا ما كنتش متضايق خالص يعني ما تضايقش بعمل عب حب جديد جداً كنت بتحكم البيت الساعة اثنين الضهر ووصل البيت الساعة اثنين ونص ثلاثة بالليل كل يوم كنت بتاع تنام ولا بتلحق تتعشى ولا لا يعني المرات يا الله يكرمها يعني هيجي وقتها واتكلم عليها طبعاً طبعاً يا اساسي فاتعشى واصل الفجر وانام كل يوم لمدة قدية بقى من شهر خمسة يعني المؤتمر الصحفي بتاعي كان 26 خمسة تمام؟ أنا مسكت مثلاً يوم 30 خمسة طبعاً انت بتقول بتعشى واصل الفجر وانام بتسحى الساعة كاما؟ بسحى وقع على سالة الضهر يعني ساعة 12 ونص ساعة واحدة كنت في المنصورة الساعة كاما؟ بتفتر بتحرك من البيت الساعة اثنين المجموعة كنت عاملها ثلاث مجامية المجموعة الأولى من خمسة لستة ونص آه بعد الضهر بقى؟ بعد الضهر بقى آه آه تمام؟ ودي واحدة من الحاجات اللي اكتسبتني خبرة جديدة جداً يعني اتعلمت فيها اتعلمت فيها اشتغلت مع رمضان يعني كابتر رمضان كابتر رمضان واحد من الناس اللي هي عندها ثقة في نفسها جمدة جداً وعندها فكار متطورة دايماً آه طبعاً وعندها حتى برضو من الحاجات الحلوة جداً على المستوى الإداري نعم ان انت بتدي مساحة لللي شغالين معاك ما تستهيفش أبداً أبداً وجهة نظر ولا فكرة يعرض عليك واحد من اللي شغالين معاك او وانا مشغلوا ليه معه عشان كده لا فيه حد من الناس فيه نسبة تستكبر شوية آه يعني مثلاً واحد يدخل لك فتقوله إيه يعني كنا مستنين اللي انت هتقوله ده ما احنا فكرنا فيه حتى لو فكرت فيه يصدك حتى لو فكرت فيه ادي له الأمل إن رأيك مهم ولو ادلك ملحوظة عليك في شغلك أو على شخصك وكررت الملحوظة دي وبما عن اثنين تلاتة اربعة لازم تدور في نفسك ممكن تبقى غلطانياً توليت حتة المدير للأكاديميات كم سنة كمدير للأكاديميات لا ممسكش مدير للأكاديميات ككل مسكت فرع اللي هو فرع المنصورة فيها كم سنة ومسكت فرع المنصورة وبالبيس اللي اتنين مع بعض تباوى أقاليم آه يعني حملنا شغل كويس أو على فكر طلع طلع لعيبة كويس طبعاً ناصر ماهر ده خديق الأكاديمية بتاعتنا ناصر ماهر أول مرة يخش كان يوم جمعة ليت واحد شوائر كده داخل كان مدير الفن الأكاديميات اسمه عبد الناب عشور قال لأنا جايب لك هداية اللي هو اللقتي في اسكندرية آه شعرف موجودة اللقتي دلوقتي بس يعني ساعتها الداخل مع ناصر ماهر قال لي ده هداية خدنا ناصره وعرضناه على قطاع الناشئين فأول سنة أول مقابلة قالوا لأ لعندنا أحسن احنا مقتنعين به وده برضو مسيج مبقى قرارها تاني لو انت مقتنع بالعيب قوي خليك وراه طبعا مزهقناش خليناه في الأكاديمية وخدنا قرار من لجنة الكورة برضو كان كابتن حسن وكابتن طريق سليم الله يرحمه وكابتن خطيب خدنا قرار ان يتعامل لجنة لو في حد مميز قوي في الأكاديمية وقطاع ناشئه مش عنده حد في الفترة دي ممكن يبقى في مستوى أحسن وهو انت مقتنع به في الأكاديمية يبقى من غير فلوس بس بعد موافقة اللجنة والعرض على لجنة الكورة كمام فمن الحاجات اللي كانت جبنا فيها لعبة كويسة ومن خرج الأكاديمية مجموعة يعني طيب انت خدت تدريجيا العمل الإداري بعد ما بطلت خدته من أول سليمة لتاني سليمة يعني من رطلتش مثلا بعد الأكاديمية مسكتر الفريق الأول مدير كور لا انت طلعت تدريجيا طيب وانت حاضر حاضر بيقولك في عندي تقرير مع الأستاذ إبراهيم المينيسي هنسمع يقول إيه يال حريب لكن عاوز يقول حاجة ونرجع تلك ده أحن اللي بطلني بدري ده كمان ما هو عشان كده أنا بيفكروني يعني داني في وشي سليمة اتفضل يا محمد